دائما هناك ارتباط متين جدا بين الفنانين وخشبة المسرح ولكن كيف يصف الفنانين والممثلين هذه العلاقة الإجابة رح تكون في هذا الاستطلاع السرية خلونا نتابع علاقتي مع المسرح هي علاقة علاج أنا تعالج بالمسرح اي مشكلة واجهها اي امر يزعج محمد في الحياة في الواقع انا اجد ملاذي وعلاجي هنا ممكن هذا في انانية شخصية لي لكن فعلا هذا الواقع انا تعالج بالمسرح نعم غير الرسائل الحقيقية اللي نهدف لها غير الاثراء المجتمعي اللي نطمح له لكن فعلا علاقتي مع المسرح علاقة علاج انا تعالج بالمسرح المسرح حياة ثانية المسرح حب المسرح سلام يعني أنا ما أرتاح إلا يعني تقريبا في بيتي وفي المسرح هذه هي الأعمال اللي أنا شو لما أجلس أشتغل في أبحاثي في البيت اللي تخص لدب المسرح أو أكون فأي شيء خص المسرح أنا هنا أكون في قمة السعادة بغض النظر يعني عن أي شيء أخرى ثاني أو اهتمامات علاقتي في خشبة المسرح علاقة كبيرة دامت لمدة سبع سنوات تقريبا صنعت مني كهاني زي ما يقولوا الشخصي وصنعت مني تفكيري ومجال الفكري كامل وأعتقد أنه ملاذ كبير جدا لأي شخص يجد في نفسه موهبة حتى لو كانت موهبة تمثيلية أحيانا تكون موهبة فنية تقنية في المسرح تصنع منه شيء كبير فهو ملاذ فعلا مناسب لكل شخص يسعى للتفكير في ذاته بشكل أكبر